بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل خير نحييكم في بداية يومنا هذا الأحد في تقديم برنامجنا المعتاد الذي يستمر من الآن بإذن الله حتى صلاة الظهر نقدم فيه إن شاء الله ما يرق لكم من الحديث والحكمة والشعر والقصة وما شابه ذلك نبدأ يومنا هذا الجميل ونرجو لكم به التوفيق ونرجو لبلادنا الغالية التوفيق دائما وأبدا وأن يديم علينا في هذه البلاد الغالية الأمن والأمان وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه لخير بلادنا ليقودوا هذه السفينة إلى بر الأمان ما أوصيكم به دائما أن الواحد يبدأ يومه لا سيما إذا التقى في أحد أبنائه في البيت أول ما يصح الإنسان من النوم أول من يقابل إذا كان متزوج زوجته وأولاده بل أحيانا يكون والديها فمن الأفضل ومن النصيحة أن يبدأ الإنسان في تقديم الإبتسامة الإبتسامة الجميلة لأن الإبتسامة هذه كما نعرف هي مفتاح القلوب وهي التي توضح تفاؤل لدى الإنسان وكما نعرف أن الإنسان المسلم مطلوب منه أن يكون دائما متفاعل وأن يكون مبتسم ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حيث أمرنا بذلك في أحدها كثيرا منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق ثم أيضا يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة ما أدري ما هي الكلفة التي الإنسان لو تبسم سيحصل عليها بالعكس الإبتسامة هي المفتاح الحقيقي للقلوب قبل الألسن ثم إذا كنت تريد من أخيك أو من قريبك أو من حتى موظف من الموظفين أو إلى آخرة وابتسمت فإن هذه الابتسامة ستكسر الجليد وستكسر أشياء كثيرة فلا تبخلوا بالابتسامة يا لا لا تبخلوا في كل وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما رؤية صلى الله عليه وسلم إلا مبتسمة حتى عند الشدائد وعند المشاكل وعند كذا نحن نرى أناس دينوياهم شبه متجهمين والابتسامة كأنهم يعني يدفعون معها مبالغ خيالية وكذا حتى لو كانت الابتسامة تدفع معها فلوس لأنها هي أولا طاعة لديننا وتثبيتا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم لها أثار صحية على الفرد والمجتمع لذا يجب أن نكون دائما وأبدا مبتسمين جعلكم الله دائما مبتسمين وأبعد عنكم الكآبة والوجوه المقفهرة وأن تكون وجوهكم دائما مبتسمة لذلك من آثار إيجابية كما قلت سابقا هذه المقدمة البسيطة عن الابتسامة التي كما قلت للأسف يفتقد أو تفتقد عند كثير من الناس ولا يعلمون ما هي فوائد هذه الابتسامة لو يعلمون ما فيها من الفوائد أنا متأكد أنهم لم يتركوها ولا ثانية واحدة ولذا أنت على أيها المستمع أو أيها المشاهد على ما تعرفه من الناس سواء كان قريب أو جار أو صديق أو زميل في العمل أو إلى آخرة لا شك أنك لديك انطباعات إيجابية عن أولئك المبتسمين الذين تشاهدهم وتلتقي بهم وتتحدث معهم فلديك عن هؤلاء فكرة أو أفكار إيجابية في مقدمتها أنك ترتاح للقياهم إذا لقيت الإنسان الذي تم تعود عليه أنك تلقاه مبتسم فإذا رأيته ترتاح له نفسياً وتوادله الابتسامة ويكون اللقاء إيجابي ولقاء نهيك عن أن ذلك تطبيقاً كما ذكرت سابقاً تطبيقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق ولذلك حينما بعض الناس يقال له من هو قدوتك تجده يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنت تقول هكذا فعلاً فليجب عليك أن تطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة تلك الأشياء السهلة البسيطة التي لا تكلف شيء ولا تحتاج إلى شيء ولا وإلى آخرة مجرد الابتسامة نعم تمسمك في وجه أخيك صدقة وثم يقول لا تحقرن ونكرر الحديث هذا أيضاً عشان الحنى إن شاء الله من الآن صاعداً نراكم دائماً وابداً مبتسمين سواء اللي نعرفهم واللي ما نعرفهم واللي كذا يجب دائماً وابداً مبتسمين كذلك الإنسان إذا دخل أو قابل أخيه المسلم سواء في الشارع أو في دخل حتى المسجد أو في العمال أو في أي مكان يطلق تلك الابتسامة مع أداء تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي لماذا تبخل عن نفسك بالحسنات؟ السلام عليكم عشر حسنات ورحمة الله عشرون وبركاته ثلاثون والحسنة بعشر أمثالها وتواعف لا سبع ما الضعف طيب لماذا تبخل على نفسك؟ بعدين حينما تدخل إلى المسجد المسجد مليء بالناس ومليء بالملائكة وكلهم يردون عليك وقولك من الفضل والأجر العظيم وثم ما أدري ما هي الخسارة التي وأنا هنا حينما أتحدث لأنني شاهدت عدد كبير يدخلون إلى المسجد هداهم الله ولا يطلق التحية ما يسلم